المقدمة هي أن المسيح جسده مأخوذ إنسانيته مأخوذة من العذراء من الأرض ابن الله هو النور الحقيقي الذي ظهر في هذا الجسد لأننا عندما نقول نزل من السماء الناس تفهم أن ربنا يطلع وينزل أن النور محدود لا هو النور ليس محدود ياملا شعاع النور الأزلي ظهر في هذا الجسد فصار فيه النور الحقيقي النور الأزلي والطبيعة الإنسانية المسيح لما ارتفع إلى السماء الأول لما صلب وقام من الموت الجسد اللي هو كان شكل جسدي بالضبط ظل برضو شكل جسدي بس تحور إلى طبيعة أخرى يعني هو هو نفس الجسد بلحم وعظامه لكنه صار ذو طبيعة اسمها جسد القيامة جسد القيامة يعني بقى قادر أن يرتفع إلى السماء بقى غير محتاج إلى أن يقتاد على هذا الطعام اللي احنا بنقتاد عليه في هذه الأرض بقى موطنه النهاء السماء ده المسيح هذا معناه بقى في الإيمان المسيحي إن أنا حاخد بالمسيح هذا التحور يعني في القيامة حينما سيقيمن الله من الموت حقوم بجسدي بس ليس بحالته المادية دي هي مادية برضو كل حاجة بس ليس بها دي الحالة الخاضعة للموت والحاجة إلى الطعام الفاكهة والخضروات والبروتينات حتى يقتاد عليها ده اسمه جسد القيامة ومن ثم لما يقيمني الله بجسد جديد خلينا نقول الجسد الجديد بجسدي الجديد يأخذني إلى السماء السماء هي الدار الأبدية للمؤمنين في المسيحية فالصعود إلى السماء أو الارتفاع إلى السماء بأجساد تحورت إلى طبيعة أكثر نورانية سوف لا أكون محتاج إلى الطعام في الأرض بقى خلاص ما أنا بقيت في تحور جسدي إلى جسد جديد يستطيع أن يدخل إلى هذه السموات التي سيستضيف فيها الله أو سيوطن فيها الله هؤلاء المؤمنين الذين سيدخلون إلى السماء تسأليني بقى وتقوليني طيب فاهمت أنا حكاية الأكل والشرب دلوقتي أنا مش بسألك على الأكل والشرب أنا بسألك على ما هو النعيم اللي سيكون من نصيب المؤمنين في السماء أنا قلتلك في البداية أنه أنا مش أعرف أجاو اللي يبقى لأنه العهد الجديد قال إيه قال ما لم تراعي وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبونه أنا لا أعرف غير قادر على أن أتصور شكله إيه النعيم لكن هذا هو الوصف المتاح لنا أنه فوق التصور فوق لم يرى إنسان ولا يستطيع أن يتخيله فنحن أمام شيء نقدر نقول بلغة بعض المفسرين أنه غيب غير معلن حتى الآن لكنه ما لم تراعي وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعده الله للذين يحبون اسمه اشتركوا في القناة